قال ذلك الفلاح لقد فقدت فأسي فاشتبهت بالجاري أنه قد سرقه مني فبدأت راقبه باهتمام شديد كانت مشيته مشية صارق فأسي وكلامه كلام صارق فأسي وحركاته توحب أنه صارق فأسي أمضيت تلك الليلة حزينا ولم أعرف كيف أنام وأنا أفكر بالطريقة التي سأواجهه بها وفي الصباح الباكر أعثرت على فأسي لقد كان ولدي الصغير قد وضع فوقه قومة قش نظرت إلى جاري في اليوم التالي فلم أجد فيه شيئا يشبه صارق فأسي ولا مشيته ولا كلامه ولا إشاراته وجدته كالأبرياء تماما فأدركت بأني أنا من كان اللص لقد سرقت من جاري أمانته وذمته وسرقت من عمري ليلة كاملة أمضيها ساهرا أفكر كيف أواجه بالتهمة رجلا بريئا منها الإنسان الملوث داخليا لا يستوعب وجود بشر أنقياء ترجمة نانسي قنقر